من أهم المشكلات اللي بتبقى صعبة في معالجتها وصعبة لأن فيه مفهوم خطر بيبقى موجود فيها هو ما يتعلق بقضية أنا آسف يعني اللي بيسموه استمرار العلاقة بالحب الأول بعد الجواز يعني إيه؟ يعني فيه حد مستمر في علاقته الزوجية وهو الجوز حد غير الحب الأول يستمر في علاقته بالحب الأول ده في الجواز فإيه اللي بيحصل؟ فبتبقى الحالة أنه ممكن تصل إلى الخيانة مع الحب الأول ويبقى دي علاقة خارج إطار الجواز ليه طيب؟ لأن احنا عندنا أساطير كتيرة جدا جدا تتعلق بالحب الأول أنا كدارس وكباحث في الحقيقة لا أعرف في قضية الحب الأول غير الكلام الشعري لكن الكلام الذي يتعلق بالكلام النفسي مش قادرين نمسكه أنه هو بيبقى كلام حقيقي في التأثير ده اللي هي فكرة فصادف قلبا خاليا فتمكنه كتير من الناس بيبقى بيعتبروا أن الحب الأول هو الحب الصادق وعشان كده بيعتبر أنه لو ساب الحب الأول ده هو ساب المشاعر الصادقة اللي في الحقيقة هي بتكون المعنى الأساسي للحب وده في الحقيقة يخلي الشخص معرضة للابتزاز وعرضة للإستغلال بشكل كبير جدا جدا من الطرف الثاني اللي هو ممكن على فكرة الطرف الثاني اللي كان في الحب الأول ده اللي ممكن الشخص بعد الجواز يخون معاه ممكن يكون الشخص ده هو اللي رمى الشخص اللي يقع في الخيانة ده وممكن يكون هو اللي سابه